شهد المركز الولائي لنقل الدم بالمسحة الاستشفائية بالمثيلة فعاليات اليوم المغاربي للتبرع بالدم الموافق لـ 30 مارس تحت شعار التبرع بالدم هدية تنقض حياة الآخرين وبحضور العديد من أهل الاختصاص من دكاتر وأطباء ورؤساء جمعيات للمشاركة الفعالة في إنجاح هذا اليوم والتنويه بضرورة المبادرة ومدى حاجة حياة الآخرين لها عن النفس من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ففي هذه البشرة لكم قلت هايكم احنا رانا في الميدان لما تمدوا تم الدم من تاعكم تم تمدوا وتروحوا تروحوا لدياركم ما على بيكمش الدم هذا تاكم وش يدار وماذا يفعلوا به وش يدار به لهذا لهذا أنا نبشركم ونقولكم والله العالي العظيم غير شفنا ناس خلاص لحقوا للباب الموت لحقوا حتى توقفت القلوب انتاحهم لأنهم فرغوا من الدم لكن بفضل قطرة على الدم انتاحكم بفضل الدم اللي مديتوه انتم فهم أحياء يرزاقون راهم يمشوا على رجليهم وكان خاصة خاصة أنا خاصة ناس الحوادث المرور اللي يجي وخاصة أنا نتكلم بحكم أني كذلك عندي علاقة بالمصلحة الولادة وهنا وهذه مهمة جدا جدا وقد لقي المركز إقبال الكثيرين من المتبرعين سواء الدائمين أو الجدد بهدف المشاركة والتفعيل وإرساء ثقافة تبرع ولهم من الأجر الكثير وفي إطار هذا اليوم المغاربي للتبرع بالدم تم تكريم المتبرعين الدائمين وتوزيع جوائز وشهادات شرفية لهم عرفانا وتحفيزا لما يقومون به من خير وتشجيع المبادرة الطيبة وأحيائها والنهوض بها في نفوس الآخرين أنا من ضمن المتبرعين دائمين في مركز نقل الدم بمستشفى الظهراوي بديت تبرع بالدم سنة 1987 الزمرة الدم التاعي أو نيغاتيف إذا كان نجمع تبرعات التاعي تكون حوالي مبين 130-140 تبرع الدم التاعي بزمرة نادرة دائماً نفضل الدم التاعي نمده في واقع حاجة لأنه كان الدم اللي يتخزن وكان الدم اللي يتمد فريء هذاك تكون عنده فعالية أكثر يعني نشكر أخوتنا المتبرعين الذي هم يساهموا في هذا المركز الولائي لتبرع بالدم من أجل المرضى إحنا ماذا بنا الناس اللي ماهيش رحي تتبرع تقدر تتفضل للمركز الولائي لأنه لا خوف بزاف الناس اللي يدغل بالماتريال ماهوش نضيف هي مكانش مكانش منها إحنا عندنا في 2014 عندنا 4375 متبرع هذا كلهم يعني رهم ينحوا الدم في حالة يعني أحسن جيد وحالة يرهموا له متبرعين دائماً لا يكون المتبرع في صحة جيدة أي لا يكون مريض من مرض مزمن المالادي كرونيك تلك الديابات والليبرتانسيون أرطريال مالين العمر الذي نحدوه من بين 18 و60 سنة وقلنا اللاج مايكونش تحت 18 سنة ويكون في صحة جيدة وهذا بصفة عامة يعني بصفة خاصة أما الإجراءات اللي نقوم بها هنا في المصلحة في المسموه ننقيسوا الضغط تاع المتبرع لازم يكونش تحت 18 عشرة التنسيون سيستوليك هكذا بوش ما ما تكونش هناك مضاعفات وهي على العموم ما كانش مضاعفات في تبرع بالدم يعني قليل وين نشوفه إنسان يدوخ وهذا راجع ليس لتبرع بحد ذاته وإنما راجع الكونديسيون فيزيك تاع المتبرع ولكن هذه أمر الإسانيك لجابل ساببا سيكون اشتركوا في القناة